النهاردة خلال اجتماع مجلس الإدارة تم تأجيل زيادة رسوم العضوية العامة الخاصة بمقر الجزيرة من 750 ألف جنيه إلى مليون جنيه وده للمؤهل العالي وحتى 30 يونيو القادم عشان بس أنا الحقيقة عندما يحدث هذا الأمر بجد أن هناك البعض يوم 30 يونيو أو يوم 1 سبعة يجي يقولك إيه ونبي كابتل إسلام عايزين كنت تعملونا الاخشتراك جوة النادي بس فيه ست شهور يا جماعة هو يعني مجلس إدارة النادي الأهلي قرر مشكورا قرر خلال الفترة القادمة أن يتم تأجيل زيادة لغاية يوم 1 يونيو من فضلكم أو لغاية يوم 30 يونيو أنا آسف من فضل حضراتكم لو حد عنده حاجة خلال الست شهور اللي جايين دول يروح ما يستناش لغاية يوم 1 سبعة وبعدين يجي يقول يا جماعة والنبي هتقولي بالسعر القديم أو ما بيبقاش بإيد أي حد يقدر يعمل مثل هذه الأمور فاللي عايز دلوقتي مجلس إدارة النادي الأهلي قدر حضراتكم لكل من يريد أن ينضم لعائلة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة أنه هو يتفضل ويروح ويشوف خلال الست شهور اللي جايين وذلك تمشان ليه بقى بيعمل النادي الأهلي كده والنادي الأهلي يعني بيعمل كده إيه لأنه بيشوف شايف الظروف الاقتصادية الراهنة لأن هذه الظروف الحقيقة يعني ألقت بظلالها على كافة أوجه النشاط الرياضي في مصر مش في مصر بس في العالم كله بشكل عام وبيني وبينكم برضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيدرس تحديد قبول أعضاء محددة من العضويات في فرع الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وذلك لفترة مؤقتة لإتاحة الفرصة للانتهاء من عمليات الربط ما بين المشروعات الإنشائية ما هو أنا مش عايز الناس تيجي عندي أو أعضاء يفضلوا موجودين عندي وخلاص لا أنا بحاول أعمل لمجموعة الأعضاء اللي عندي كل حاجة كل الفاسيليتز أو كل الأدوات اللي تخليهم يبقوا مبسوطين وهم قاعدين داخل النادي الأهلي مش مهم يلا اللي عايز يخش يلا لا لأنه وخاصة الحقيقة في فرع الشيخ زايد اللي شاهد العمل على الانتهاء من الكثير والكثير من المشروعات القديمة والحديثة من أعمال تشهيد الحقيقة سواء في المسجد سواء في المبنى الاجتماعي سواء في حمام السباحة ملاقب كرة القدم الجيم كل الحاجات دي وذلك لإيه تأسيرا لكل الأعضاء وتسهيلا للاستمتاع بمرافق النادي المتطورة مش مجرد أن احنا بنعمل أو بنقول يلا يا جماعة اللي عايز يخش يعمل اشتراك يعمل اشتراك لا احنا على قد الموجود بنحاول نخلي الأعضاء كلها مبسوطة ومسترياحة فالستة شهور يا جماعة اللي جايين دول مجلس إدارة النادي الأهلي قرر مشكورا أنه هو لا يزيد أو لن تزيد العضوية خلال الستة شهور القادمة حتى 30 يونيو القادم خلونا نطلع نشوف تقرير وقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي مع صديقنا العزيز وزميلنا الأستاذ شريف فؤاد والمتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية كل التحية لحضراتكم مشاهدين الكرام وممهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي وحساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي نستعرض في الدقائق القليلة القادمة مجموعة من أهم وأبرز قرارات مجلس الإدارة التي رشحت عن الاجتماع المنعقد في مقر النادي الأهلي التاريخي بالجزيرة ومعقله في النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المجلس اليوم الحقيقة كان يعني يدرس مجموعة من القرارات وأصدر مجموعة مهمة جدا من القرارات تتعلق بأعضاء النادي بإنشاءاته بفروعه بعملياته العضوية بالإضافة أنه كان فيه زيارة مهمة جدا لسفير الأرجنتين إلى النادي الأهلي يستقبله خلالها الكابتن محمود الخطيب وده أول استعراض لنا في هذه الدقائق لأن الجلسة تم افتحها الحقيقة كان حريص الكابتن محمود الخطيب فيها على استعراض هذا اللقاء الذي تم مع سفير دولة الأرجنتين اللي عكس الحقيقة تقدير كبير جدا من سيادته بتاريخ النادي الأهلي العريق الممتدل 116 سنة وسفير الأرجنتين هو أحد لعيب كرة القدم السابقين على المستوى الدولي لذلك وكان بيتحدث عن النادي الأهلي ومع الكابتن محمود الخطيب من منظور فني ورؤية فنية أثر إعجابه جدا الحقيقة فكرة إنجازات النادي الأهلي على المستوى العربي والأفريقي مش بس في كرة القدم لأنه كان الحقيقة في حالة تقدير شديد أيضا لفكرة أن النادي الأهلي لديه العديد من ألعاب الصلاة التي حققت إنجازات كبرى على المستويين العربي والأفريقي لافتا إلى أنه عادة على مستوى أندية العالم هناك أندية تخصص فقط في كرة القدم أو بعض ألعاب الصلاة أو الألعاب الجمعية الأخرى كون النادي الأهلي استطاع تحقيق كل هذه الإنجازات في فريق كرة القدم أولا ثم في ألعاب الصلاة فقال أن هذا ينم ويعبر عن إدارة متفردة وفلسفة متميزة في إدارة هذا النادي الكبير خصوصا أنه هو من دولة زي الأرجنتين لديهم الحقيقة شغف وولع بممارسة الرياضة وبكرة القدم وراحز أن المصريين أيضا عندهم نفس الشغف والولع وإن كانت الغالبية العظمى من جمهور الكرة أو جمهور الرياضة في مصر بينتمل النادي الأهلي وبشجعه وهو شخصيا سفير الأرجنتيني يشجع النادي الأهلي كمشجع وحريص على متابعة أخباره منذ فترة ولذلك طلب من الكابتن محمود الخطيب يعني عمل زي مذكرة تفاهم وتعاون مع المؤسسات الأرجنتينية وبالفعل سوف يكون هناك مسؤولين من السفارة مع الدكتور سعري شرابي المدير التنفيذي للنادي لإعداد مسودة لهذه المذكرة التي ستتحدث عن التفاصيل قريبا بإذن الله ده كان يعني افتتاح مجلس إدارة النادي الأهلي أو أول ما تم بحثه في المجلس المجلس أيضا استمع الحقيقة إلى الرؤية المهمة والمخلصة من جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي فيما يتعلق بسبل وطرق تكريم اسم الراحل الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الذي وفته المنية يعني نقدر نقول في ريعان الشباب بعد عطاء كبير ومتواصل للنادي الأهلي الكل كان حريص الحقيقة بقاية الكابتن محمود الخطيب على اختيار الطرق المثلة والمناسبة لتكريم اسم العمري فاروق بالشكل اللائق بحجم عطائه الكبير والمخلص طوال عقود وسنوات طويلة جدا كان فيها يعني أحد ركائز وقيادات النادي الأهلي المهمين اللي بيعمل في إطار منظومة وعمل جماعي متناغم مع مجلس إدارة حريص على تقديم كل ما يسعد النادي الأهلي من أعضاء وجماهير ومنتمين خلال الفترة الماضية خلال أيام سيتم الإعلان عن يوم الاحتفال باسم العمري فاروق وتأبين اسم العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الراحل مع حفظ الألقاب بالطبع وفي خلال هذا الاحتفال سيعلن الكابتن محمود الخطيب وسيعلن النادي الأهلي عن ما هي السبل والطرق التي سيتم تكريم بها اسم الراحل السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته وألهم الجميع جميع محبي الصبر والسلوهن بإذن الله ثالثا قرر المجلس وده قرار مهم الحقيقة نزولا على رغبات العديد من الراغيبين بقى في الانضمام لعائلة النادي الأهلي حضراتكم عارفين أنه كان النادي خد قرار عن طريق الجامعة العمومية بزيادة عضوية وقيمة عضوية النادي العاملة الجزيرة يعني من 750 ألف إلى مليون جنيه بالنسبة لمؤهلات العليا وكان المفترض أنه يبدأ العمل بهذا القرار لكن مجلس إدارة النادي الأهلي ارتأى إرجاء تنفيذ هذا القرار حتى 36 يعني بنتكلم فيه 3 شهور ونصف تقريبا أو 4 شهور حتى 36 المقبل لتكون هناك فرصة للراغيبين في الانضمام لعائلة النادي الأهلي الكبيرة في الاستفادة من الأسعار القديمة وده أيضا تماشيا الحقيقة مع ظروف الاقتصادية العالمية اللي بيمر بها العالم كله ومصر ليست بمنأة أو أيضا ألقت بظلالها على مصر خلال الفترة الماضية فبالتالي ما زال هناك فرصة أكبر أكثر من 4 شهور لكل الراغبين في الانضمام إلى عائلة النادي الأهلي وإلى عضويته العاملة بالنسبة لعضوية الجزيرة ومدينة نصر أو العضوية العامة يعني لكل الفروع يقدر يشترك الحاصل على المؤهل العالي ب750 ألف فقط بدلا من مليون جنيه كمان المجلس بصدد دراسة يعني تحديد عدد عضويات معينة لفرعي القاهرة الجديدة والشيخ زايد بعد الثورة الانشائية الحقيقة والإنجازات الكبيرة اللي تمت سواء في فرع القاهرة الجديدة أو اللي بتتم حاليا أو تمت في فرع الشيخ زايد حضراتكم عارفين أنه الشيخ زايد من الفروع اللي بيشار لها بالبناء هناك الآن مبنى اجتماعي مسجد صالة جيم ملعب خماسي حمام سباحة جديد وهناك شغل شاغل للجنة الهندسية ولمجلس إدارة النادي الأهلي إزاي يتم الربط بين كل هذه المشروعات بما يسهل على السادة الأعضاء حرية التنقل بسهولة وبيوسر وأيضا الاستمتاع بالبنية الأساسية والتحتية الكبيرة جدا الموجودة في الشيخ زايد مع هذا الضغط ربما مجلس الإدارة في وقت لاحق ياخد قرار بتحديد عدد العضويات اللي هتنضم له الفرعين لأنه زي ما قلنا الحضرات كل فرعين حاجة على أعلى مستوى تشرف كل إنسان منتمي للنادي الأهلي ومحب لهذا النادي مستوى الإنشاءات والملاعب والتجهزات الموجودة في فرع القرارة الجديدة وفي الشيخ زايد طيب الخبر الأخير عندنا له علاقة أيضا بخدمة النادي الأهلي أعضاء رياضيين سواء أعضاء عاملين أو أعضاء رياضيين مقر النادي الأهلي في الجزيرة بيشهد ثورة إنشائية متمثلة في المجلس اليوم اعتمد ميزانية مالية ضخمة جدا مبلغ كبير بالملايين الحقيقة لتغيير أرضية صالة الأمير عبدالله الفيصل طبقا لأرقى وأفضل المعايير العالمية المعروفة في هذا الإطار بالإضافة إلى تغيير شامل لوحدة التكيف المركزي في صالة الشهداء وده أيضا بمبلغ مالي كبير جدا كمان المجلس اعتمد ميزانية أكبر لتغيير الملاعب المتعددة الأغراض للأعضاء الخماسي وملاعب السلة والطيرة واليد وخلافه بحيث أن الجزيرة هذا المقر التاريخي الكبير والعريق يكون بالمستوى والحرص الدائم على تطوير كل جنباته لليق بأعضاء النادي الأهلي وأيضا بممارس الرياضة في سواء الفرق المختلفة أو الأعضاء اللي بيمرسوا الرياضة كهوة قريبا جدا العمل هيبدأ بعد ما تم توفير التمويل اللازم بقول حضراتكم ميزانية ضخمة جدا لهذا التطوير في الجزيرة بإذن الله دائما النادي الأهلي ومجلس إدارته الحالي الحقيقة برئاسة الكابتن محمود الخطيب نتكلم عن أربع سنوات ماضية أو سنتين في الدورة الجديدة منذ انتخاب هذا المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب وشغله الشاغل وحرصه الكبير هو دائما العمل على التطوير والأخذ بكل أسباب التقدم عدد الفروع شفتوا حضراتكم مقر النادي الأهلي وصيت لإيه المستوى المليارات اللي بيتنفق في هذا المجال تطوير الملاعب الفرق الرياضية إنشاء الشركات حاجة الحياة تسعد كل أهلاوي وتجعل كل محب للنادي الأهلي بالتأكيد سعيد بما يقدمه مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه المرحلة شكرا جزيلا لحضراتكم دائما النادي الأهلي في المقدمة ومصر الكبرى جميعا تجمعنا ومحمية بعون الله طبعا قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي على لساننا زملنا الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي وزيما قلت لحضراتكم قرارات كلها في صالح الجمعية العمومية للنادي الأهلي وقرارات كلها في صالح النادي الأهلي والإنشاءات وما سيحدث خلال الفترة القادمة على الرغم وأنا الحقيقة ما بيتقليش أقول هذا الكلام يعني أنا بقول الكلام ده لأنه أنا ببقى عارف قد إيه الدغوطات اللي بتبقى موجودة على مجلس إدارة النادي الأهلي الدغوطات الاقتصادية اللي موجودة سواء في الكرة أو في الألعاب الأخرى أو في الإنشاءات أو كذا ولكن دائماً لما بنيجي نقعد مع كابتن أو أي حد من مجلس الإدارة هنعمل إيه الفترة اللي جاية في النادي قال لك النادي الكل اللي قلنا عليه هنمشي به كل اللي قلنا عليه ونقدر نعمله هنعمله وبالتالي عندنا مجلس إدارة الحقيقة دايماً بينظر إلى أفضل حاجة لأعضاء الجمعية العمومية حتى لو حيجوا على نفسهم في بعض الأمور ولكن يقولك في الآخر يعني إحنا ما بنعملش حاجة ده حق الجمعية العمومية للنادي الأهلي الإنشاءات اللي موجودة في كل مقر من مقرات النادي الأهلي الإنشاءات الجديدة اللي بتحدث في كل مقر من مقرات النادي الأهلي تأجيل بعض القرارات الخاصة بزيادة العضوية على الرغم من أنت في أشد الحاجة لمثل هذه الأمور ولكن النظرة العامة للأمور الاقتصادية في البلد وفي العالم كله الحقيقة تخليك تقول لا خلينا ننتظر نجي على نفسنا احنا شوية وندوس على نفسنا شوية علشان الفترة اللي جاية نقدر نعمل كل الانشاءات وكل الأمور الخاصة بكل مقرات النادي الأهلي لوعدنا بها أعضاء الجامعية العمومية كلام ده أنا مش بقوله لحضراتكم علشان حاجة لكن هذه هي الحقيقة لحضراتكم تسمعو ده هي دي الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي وكيفية الشغل في مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي يفضله سنتين وشوية بيحاولوا يعملوا كل حاجة خلال السنتين وشوية وبعد كده يحصل اللي يحصل هذا هو النادي الأهلي هؤلاء هم خيرة أبناء النادي الأهلي اللي دايما بينظروا إلى المستقبل الفترة اللي جاية زي ما حضراتكم شايفين عايزين الناس الأعضاء الجامعية العمومية اللي عايز ينضم لعائلة النادي الأهلي ولكن خلال الفترة القادمة خلي بالكم الست شهور اللي جاية هتبضل الفلوس زي ما هي بعد كده الأمور هتتغير لما قلنا كده قبل شهر تسعة اللي فات فضلت الناس سكتة 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 وجنبها في نص تسعة كده جلقيت كل الناس بتكلمني يا كابتن عايزين نرجع ندفع بالأسعار القديمة عموما يعني مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا قرر إن شاء الله خلال الأيام القادمة سوف يتم عمل حفل تقبير للوزير العامل فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وزي ما قلت لحضراتكم سيتم الإعلان عن مفاجآت كثيرة جدا خلال الأيام القادمة فيما يخص هذا الأمر